في بغداد تجتمع مفاتيح الأبواب المغلقة أمام الحراك السياسي وفيها أيضا طاولات المفاوضات المستمرة من الجهة الأخرى لحلحلة الأزمة السياسية وعلى خط الصباق نحو رئاسة الجمهورية يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بتسمية برهم صالح لرئاسة الجمهورية لولاية ثانية ويغلق الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بحسب مستشارة المكتب السياسي للاتحاد ريزان شيخ دلير لكن الاتحاد لم يغلق الباب تماما أمام لغة الحوار فهو صاحب الخبرة والبع الطويل بحسب سياسيين في إدارة ملف الديمقراطية بمبدأ الجلوس على طاولة التفاهمات حيث يعتزم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني المشترك بافل طالباني زيارة بغداد للتلاقي مع أقطاب السياسة وحسم ملف رئاسة الجمهورية الحراك المتسارع الذي يوصف بحجم استنفان سياسي يسبق ساعة الحسم لمنصب الرئيس تعلو فيها عنوين التأييد المطلق لبرهم صالح بوصفه رجل دولة حقيقية في الأثناء فإن الإطار التنسقي هو الآخر يريد للأبواب أن تبقى مفتوحة للتقارب مع التيار الصدري سيما بعد مخرجات اجتماع الحنانة الذي يريد رئيس تحالف الفتحاد العامري أن يكون منزله المحطة المقبلة لجمع الخصوم والتشاور على ألية صناعة الحكومة المقبلة وبحث مبادرة البرزاني لتمهيد الطريق نحو بناء البيت السياسي وفي تلك الحالة فإن حظوظ برهم صالح في تولي منصب الرئيس الجمهورية لولاية ثانية تكاد تكون هي الأقوى في ظل ما تسعى إليه الأقطاب السياسية للتقارب في المجمل أيضا فإن بغداد تترقب لحصم نتاج الجلسة المرتقبة للتصويت على منصب الرئيس والسير نحو المرحلة الأخيرة من صناعة شكل الحكومة ونوعها